كان هذا الملعب كأغلب المنشآت في مدينة تعز مرمى لقذائف ميليشيا الحوثي وهدفا تحط فيه كرات المدفعية التابعة لها بعد أن كان هدفا يقصده الرياضيون ليتنافسوا على تسديد كرات القدم في مراميه ثلاث سنوات من الغياب عن المشهد الرياضي يعود بعدها ملعب الشهداء في محافظة تعز أحد أكثر الملاعب شهرة في المدينة ليشهد على أرضه أولى مبارايات كرة القدم رسميا مباراة نظمها مكتب الشباب والرياضة في تعز تحت شعار مباراة عودة الحياة شعار اختاره المنظمون لهذه الفعالية بهدف تطبيع الحياة مرة أخرى في المدينة اليوم ندشن أول مباراة على ملعب الشهداء تحت مسمى عودة الحياة في محافظة تعز هذه المباراة تأتي بعد توقف دام ثلاث سنوات بسبب حرب الانطلابين على المدينة شهدت المباراة مواجهة بين فريقي الطليعة والرشيد لتنتهي بفوز الأول بهدف نظيف سجل في الشوط الأول للمباراة والتي شهدت حضورا نسبيا للجماهير إلى جانب مسؤولين رياضيين أراد القائمون على تنظيم هذه الفعالية باختيارهم عودة الحياة شعارا لها إيصال رسالة للميليشيا الإنقلابية أن رغبة الحياة في قلوب سكان المدينة أقوى من رغبة الموت في قلوب عناصرها كما أرادوا إيصال رسالة أخرى للمتصارعين في المدينة أن هناك مجالا للمنافسة غير توجيه الأسلحة إلى قلوب بعضهم البعض ترجمة نانسي قنقر